السلام عليكم الكنسر او السرطان من اكتر الامراض اللي بتسبب نسبة وفيات في العالم وحاليا في اكتر من 5 مليون شخص مصاب بمرض السرطان والفيديو النهاردة هنعرف يعني ايه سرطان وازاي بيتكون واتمنى بقى قبل ما نبدأ نضغط لايك للفيديو ونعمل اشتراك في القناة علشان الفيديو يوصل لناس تانية غيرنا وهم كمان يستفادوا بص يا سيد اي جزء او عضو في جسمنا بيتكون من حاجة صغيرة اوي اسمها الخلايا والخلايا دي انواع مختلفة وبتقوم بوظائف مختلفة يعني مثلا عندنا الخلايا اللي بتكون الجلد مختلفة عن الخلايا اللي بتكون المعدة ومختلفة عن الخلايا اللي بتكون العظام لكن كل الخلايا بيكون لها بنية اساسية واحدة وهنفهم ازاي دلوقتي من صفات الخلية ان بيحصل فيها حاجة اسمها الانقسام الميتوزي بمعنى ان الخلية تقدر تنقسم لتنين وتلاتة واربعة وفي خلايا بتموت وخلايا بيتم استبدالها والعمليات دي كلها بتحصل بطريقة محكمة جدا بحيث اننا في النهاية يكون عندنا العدد الصحيح لكل أنواع الخلايا في جسمنا لا أكتر ولا أل واللي بتتحكم في العملية دي كلها حاجة اسمها نواة الخلية اللي هي البنية الأساسية أو الداخلية ودي بتكون موجودة داخل كل خلية مهما اختلف شكلها ووظيفتها ونواة الخلية بتحتوي بداخلها على الـ DNA والـ DNA عبارة عن كل المعلومات والأوامر اللي بتمشي عليها الخلية لكن أحيانا ممكن يحصل تلف أو تغير في الـ DNA وده لأسباب غير معروفة لكن أشهرها بيكون بسبب الوراثة أو عوامل بيئية خارجية والتغيير اللي حصل في الـ DNA هيخلي الخلية تخرج عن السيطرة وتظل تنمو وتنقسم بسرعة كبيرة جدا وده بدون ما خلاية موت أو خلاية يتم استبدالها وبتستمر في التكاثر لحد ما تكون كتلة من الأنسجة هو اللي بنسميها الورم ولو الورم ده سابت في مكانه وما بينتقلش لأماكن تانية بنسميه ورم حميد وده خطر قليل وعلاجه سهل إنما الورم الخبيث أو السرطان ده مختلف تماما لأنه بيبدأ يطور ليه أوعية دموية علشان تغزيه ويكبر بسرعة وفي نفس الوقت يقدر ينقل الخلايا السرطانية لأماكن تانية في الجسم عن طريق الدم وعلاجه بيكون صعب وبياخد فترة طويلة وهنعرف لي دلوقتي لو عندنا اتنين مصابين بسرطان السدي ده مش معناه إنهم متشابهين بالعكس دول بيكونوا مختلفين تماما وممكن ياخدوا علاج مختلف عن بعض وده لأن الكتلة السرطانية نفسها ممكن تحتوي على خمسة أو ستة أنواع من الخلايا المصابة بالسرطان وعلشان كده قبل البدء في اختيار طريقة العلاج بيتم عمل فحوصات دم وآشع علشان الدكاترة يقدروا يحددوا خواص الورم ويعرفوا بيتكون من كام نوع من الخلايا السرطانية وفي كام نوع منهم نقدر نعالجه وكام نوع ملهوش علاج أصلا وعلشان كده بتسمع إن في مريض شفية من السرطان بنسبة 70 أو 80% وده معناه إن العلاج قضى على 80% من الخلايا الموجودة في الكتلة السرطانية ولعشرين في المية البقيين لسه بيبحثوا ليهم عن علاج وعندنا تلت طرق رئيسية بيتم اتباعهم لعلاج السرطان وهو العلاج الكيماوي اللي بيتم إعطاؤه عن طريق الحقن في الوريد والعلاج الإشعاعي اللي بيتم فيه تسليط أنواع معينة من الآشعة اللي بتعمل على حرق موت الخلايا السرطانية والعلاج الجراحي اللي بيتم فيه فتح واستقصال الكتلة السرطانية نفسها وللعلم كل طرق علاج السرطان بتكون مؤلمة جدا والدرجة أنت مش متخيلها فندعو ربنا ليهم بالشفة وإنه يعافينا ويعفو عننا وبكده يكون فيديو النهاردة خلص وأتمنى لو استفدت منه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم